اشتركوا في القناة 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 بغيت نبدأ نستعمل مواد الكريم أو مواد جميل أو مواد طبيعية أولاً نمشي عند واحد اختصاصي أو اختصاصية هي غد قولي نوع البشرة وهي غد يتنصحني بالمواد اللي غنولي نستعمل حياتي كاملة باش ما نضرش البشرة ديالي ثالثاً كان نوضو كنديروا الوصفات العشوائية مثلاً مؤخراً لقيت واحدة وصفة كتتروج في الفيسبوك كتروج في الانترنت اللي كيديرو فيها العاصر ديال البصلة وكيحكو فيه التومة إذن العاصر البصلة اللي هو دير بحلمها القاطع على البشرة وكتزيدوا تحكو فيه التومة اللي هي فيها الجيرمانيوم كشنو كيوقع عندنا كيولي عندنا الكبرية تمركز هاد الكبرية كيددار على البشرة ديالنا والبشرة كنو كيوقع لها كتتحرق إذن من يكت تحرق راك تعرفوا البشرية للتحرقات شنو كيوقع عليها أنها كتولي اللون ديالها كيتبدل والطبيعة كيكترو فيها كي الناز اللي كمشو كيدلوا الخل قال كدابة دابة بولو كيدهنو الخل عادي وكيباجوا بيه في البشرات ديالهم فهدي مسألة خطيرة لأن الخل عبار على حمض والحمض شوف غي السمية ديالو كتجيب لك يعني غي كتسمعه كتجيك شي سمية اللي كتضر البشرات حمض إذن هاد الخل هذا ما كنديروش البشرات ديالنا مباشرة كينخل التفاح اللي هو طبيعي وما كنخليوش في البشرات ديالنا كتر من نص ساعة كينناس اللي كيمشو كيدلوا الروح إذن الرواح لزويلي سنسيل بحضبها ديال الخزامة ولا ديال القرفة ولا ديال القرنفل مثلا كيدلوا على البشرات البشرات كذلك التحرق وخاصة أن القرنفل وخاصة أن القرفة هم فوتو سنسيب يعني كيجبدون لنا أشياء الشمس وكيديرو وكيأطروا لنا على تلوين ديال البشرات ديالنا هاد شي كينشق آخر اللي هو خطير جدا أن كينين بعض الشابات اللي كيمشو كياخدوا حبوب منع الحمل بدون استشارة الطبيب باش يحيدوا الحبوب وخاصة لي ممزوجات وأنهم هاد الحبوب منع الحمل لا علاقة لهم باش يقدوا الدورة الشهرية أو أي حاجة أخرى كيمشو كياخدوا على حساب الحبوب فهاد الأمور هادي ردوا لها البال فهادك هرمونات ولا بقتوا كتبعوها را إلا زيتوا كترتوا فيها وخديتوا بطريقة عشوائية فقولوا باي باي للولاد لأن هاد الأمور هادي ردوا لها البال را الإنسان كيكون صغير ما كيرتش البال ولكن أي حاجة أي حاجة ما دلوهاش للبشرات ديالكم إلا ما كانش واحد الاستشارة إذن هادو هما المخاطر ديال الاستعمال العشوائي ديال هاد المواد هادي باش حافظوا على البشرات ديالكم وما يبقاش في هاد المشكل ديال أتار حافظوا لي على التغذية السليمة لأن تكون عندكم تغذية سليمة غنية بالفيتامين السي غنية بالفيتامين بي والمركبات دياله كاملين لأن السي وبيدوز هم أهم حاجة في تلوين ديال البشرات ديالنا كذلك الألياف اللي كان لقواه في الخضرة كذلك تشربوا لما بزاف باش تخليوا الدورة الدموية كتدور بطريقة طبيعية وكل حاجة تشد بلاستها وأي حاجة بغيتوا تستعملوها لبشرات ديالكم استاشروا مع الاختصاصي أو استاشروا مع الناس اللي كعرفوا في هاد المجال هاد على وضع الزيوت يوميا في الليل على الوجه مثل زيت اللوز وزيت الشوك الهندي واش مسألة مزيانة؟ نعم مسألة مزيانة لكن هاد الزيوت طبيعيين مئة في المياه فمعندك مناش تخافي أختي وخال فيهم يعني مرة ديري زيت اللوز الحلو ومرة ديري زيت ديالتين الشوكي مانا في هاد الزيوت؟ فزيت اللوز الحلو كترتب البشراء وكتكون مضادة للحساسية وكترجع ديالك البشراء ديالك النظارة ديالها وزيت التين الشوكي كتكون مضادة للتجاعد لان في الفيت ويلاستين بحالها بحال زيت أرغان وكذلك انها كتتحافظ على البشراء كتعتها ديالك القوة وانا اي حاجة كتبغي تقيسها كتبقى محافظة عليها والسيدة تديرهم قبل ما تنعز في الديل وتخليهم البشراء كتمنتصهم واحد الوصفة كنتي قدمتها لنا سابقا في البرنامج قلت لك سيدي الظاهر انو الوصفة يمكن شوية تحرفات ياريت دكتور عيمات تقول لنا وش هي هذه الوصفة أولى لك اللي كنت نصحتي السيدتي وضعوها كخلطة ديال الزيت من بعد ازالة شعر زائد من الوجه وهذه كنا سبق لي نتكلمنا عليها انو ايضا سبب ملا الاسباب المباشرة ديال تلوين البشرة البشرة كيتمدل لون ديالها على مستوى شارب مثلا يعني في الجوفي للبلاصة اللي كتحيد منها السيدة الشعر الزائد على مستوى ايضا الحاجبين او على مستوى مثلا الحناك السيدة اللي كتدير لاسيغ أو كتدير حلاوة أو كتدير حلاوة أو كتتتحيد بالخيط دائما البشرة خصها من بعد واحد الوقاية فإذا الأخت أمال أمولا قالت لك أسيدي واش الوصفة قالوا لها فيها الصوجة والتيرميس مع المطايب وسكين جبير يتدهن مور إزالة الشعر واش مزيانة فأختي تيرميس كيستعملوا النقص الشعر ولكن ما قدش نقصوا بواحد طريقة كبيرة لا علاقة جلا ديري الوصفة اللي كان عطيه دي زريعة دي الحريقة الحرشة لأن زريعة دي الحريقة الحرشة كنتمشي للبوصيلات كنتمشي للتحش دي المسام فين كينين دوك البوصيلات مني كين بتشعر تم كتقلل لنا ذك الشعر باش ما ينوتش بطريقة كثيرة ومع المودة كي بدك ينقص أما التيرميس فالتيرميس ما عندو علاقة بالشعر وكذلك هذا الوصفة لشنو دي رفيا ركي دي رفيا سكين جبير ودير الماء ودلتي الإزالة وانا كنقول لكم والسوجة ولكن غير سكين جبير والمملكة دي الإزالة دي الشعر كنقول لكم أن الضورة الدموية كتولي مجي هدف ديك البلاصة وكتزيد إليها سكين جبير مع الماء فالضورة الدموية غاد تزيد كتر وغاد تزيد الحساسية ولا قدر الله رات تقدر تعطيك البوقع فأختيح بسياد الوصفة هدي وديري الوصفة الأمينة اللي فيها معلقة كبيرة دي الزريعة دي الحريقة الحرشة كالصغير دي زيت زيتون زيدي فيها واحد معلقة كبيرة دي الزيت القرقع حتى القرقع تواكي عاون خلطي هد الخارطة دا كامل في حمام مريم خليه يدفع واحد مدة دي ربع ساعة من بعد ما تدري الإزالة دي الشعر وديري شوية دي الأقلاس باش تبرد دي هذه البلاصة ودهني بها زيت الورد حتى تبرد منها البلاصة وبدأ تزيد زريعة دي الحريقة الحرشة بدأك الخارط وديري بيه مصاج على ديك البلاصة اللي بغيتي الشعر ينقص فيها مصاج دير عشرة دقائق تخلي الوصفة مدة دير خمسين دقيقة هي ساعة في كل شي ومن بعد تغسليها العملية ديري أنهاريه ونهار الله وبقيم دا ومعليه كذلك الأخت أميمة اللي قتسولك دكتور عيماد علشي وصفة لإزالة البهج في الأخت ديالها من جحل هادي يكون عارفوا البهج من مشاكل أيضا تلوين البشرة نعم إذن البهج البهج هذا سؤال مزيان لأن كين بزاف ديون ناس كيخلطوا ما بين البهج وما بين الكلف وما بين البقاع البيضاء نعم وما بين البقاع البيضاء فكين جوج ديال النوع كين البهج اللي كيكون كحلو البهج اللي كيكون بيض ودب يعني ديبيجمونتاسيون أو تعفون فطري فهنا اختصاصي ديال الجلد هو بعد ذلك يفرق كيقولك واش هذا بهج ولا تلوين ديال البشرة إذن إلا كان عندنا مشكل ديال البهج فالبهج كيمكن نديرو هذا الوصفة كنناخدو زيت ديالتومة الزيت ديال الخزامة والزيت ديال الزعتر إذن زيت التومة زيت الخزامة زيت الزعتر معلقة صغيرة من كلها زيت غدي تزيدوهم ربعات ديال معلقة قبار ديال الزيت ديال الكوكو وثلاثات المعلقة قبار ديال زبدة الكاريتي تخلطوا هذا الخالد كامل في حمام مريم حتى يدوب مزيان ويتخلط خليه يبرد منيك يبرد البلاسة اللي فيها البهج كنغسلوها بالمسخون والصابونة ديال الحجرة كنشوفوها مزيان وكندهنوها ديال الكريمة وكنباتو بها العملية كنديروها يوميا حتى كيحيد ديال البهج وكيمشي أما إلا كان مشكل ديال الكلف أو تلوين ديال البشرة فاخليكم إن شاء الله في الاستماع فاليوم ما جيب لكم وصفة حصرية هذه الأمور مريم مريم تسو مريم الرات والثيب فإننا عملوا ضيق حاولنا البشراء. تديروهم تريدو يطبو لكم البشراء ديلكم وتستفد منهم البشراء ديلكم إذن هاد الزوية هادوا استعملوهم فهادوا آمينين وهتا البشراء سبقاوا تحسوا بأرتبة وعندها النظارة ديالها عادية يعني البشراء كتتولين زيان